بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون هذه الآية أيضا تبين جانبا آخر من أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل وهو توهمهم قلة العقاب بالنسبة إليهم حيث قال قسم من اليهود وهم المصرون للشقاوة المظهرون للإيمان المصرون للنفاق قالوا لن تمسنا النار يعني لن تصيبنا نار الجهنم في الآخرة إلا أياما معدودة أياما قليلة فلو فرضنا أننا كفار وعصات فلن نعذب في جهنم إلا سبعة أيام أو ما أشبه ذلك هاي مدة قليلة فلماذا نترك رئاسة الدنيا خوفا من عذاب قليل هذا زعمهم ولكن يا رسول الله أجبهم قل اتخذتم عند الله عهدا هل اتخذتم عهدا عند الله تبارك وتعالى حتى ما يعذبكم إذا ما أخذين عهد من الله فلن يخلف الله عهده أو لا لم يكن هناك عهد ولكنكم تكذبون أم تقولون على الله كذبا وزورا أنت من أعلمكم أن العذاب أيام معدودة هذا قول بلا علم فنسبتكم إلى الله تبارك وتعالى بأنه يعذبكم أياما قليلة هذه النسبة اعتباطية وبدون علم ومن غير دليل وبرهان بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ليس الأمر كما تتوهمون بل تستحقون عذابا دائميا أبدية بلى من كسب سيئة يعني عملا سيئا كأنه اكتسبها ولم ينقلع عنها وأحاطت به خطيئته حيث تحتويه الخطايا وتستولي عليه بكثرة ذنوبه مثل الإنسان في وسط الدخان حيث يحيط به الدخان بعد ما يقدر يتنفس ما يقدر يشوف ما يقدر يسمع إلا وهو في الدخان كذلك الإنسان المشرك المنحرف فهو واقع في وسط الخطايا مثل هذا الإنسان فأولئك أصحاب النار يعني ملازمون للنار هم فيها خالدون إلى الأبد السؤال أنه لماذا خصص الخلود بهؤلاء الجواب لأن الإنسان إذا كسب سيئة من دون أن تحيط به الخطايا أو كان جاهلا قاصرا وهو المعذور في جهله مثل هذا الإنسان قد يغفر الله تبارك وتعالى له حيث يوفق للتوبة فتمحى عنه السيئات وتبدل بالحسنات ومثل الجاهل القاصر لا يستحق العقاب بل في بعض الروايات أنه يمتحن في يوم القيامة مرة ثانية فإن نجح في الامتحان لم يعذب فالخلود في النار لمن كسب السيئة وأحاطت به خطيئته وفي الحديث الشريف في هذه الآية الكريمة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا جحدوا إمامة أمير المؤمنين فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وآله بعدما تلى هذه الآية قيل له يا رسول الله من أصحاب النار قال من قاتل عليا بعدي فأولئك أصحاب النار مع الكفار فقد كفروا بالحق لما جاءهم ألا وإن عليا بضعة مني فمن حاربه فقد حاربني وأسخط ربي في مقابل هؤلاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الخلود في الجنة لمن للذين آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا الصالحات التي أمر بها الإسلام هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون بلا انقطاع لها ولا زوال فالجنة ليست بالتمني بل بالإيمان والعمل الصالح وقد ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية أنها نزلت في علي عليه السلام وهو أول مؤمن وأول مصلي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر